بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين والعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ وَمَنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا صَدَقَ اللَّهُ الله سبحانه وتعالى من حكمته أبى أن تجري الأمور إلا بأسبابها فلذلك جعل لكل شيء سببه الله قادر على أن يخلق الإنسان دفعة واحدة كما خلق آدم عليه السلام آدم خلقه من طين ونفخ فيه من روح شرفها بأن نسبها إليه وكان قادرا وهو قادر على أن يخلق سائر الناس بهذه الكيفية لكن جعل سبب الزواج سبب لخلق الإنسان قال سبحانه وتعالى أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ هذا جعله سببا لخلق الإنسان الله سبحانه وتعالى قادر على أن يرزق الإنسان بدون أسباب أنت قاعد في بيتك ومن السماء يمطر عليك ذهبا الله قادر على ذلك لكن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق جعل للرزق أسباب أطلب ذلك الرزق اشتغل اعمل ازرع وما إلى ذلك الله قادر لكن الله سبحانه وتعالى حكيم فلذلك ضمن الأسباب جعله إذا واحد يريد ينال الدرجات العالية في الآخرة إذا تريد الجنة وهذه هي غاية كل مؤمن إذا تريد الجنة إلها أسباب الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به أنا أتمنى أن أدخل الجنة بالتمني ما يصير وإلا كل واحد يتمنى كل خير بالتمني ما يصير بالعمل يصير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كما في نهج البلاغة يقول لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل أنا أبوي فلان أنا من العشيرة الفلانية من الجماعة الفلانية من البلد الفلاني هذه الأشياء ما تمشي إن أكرمكم عند الله أتقاكم في الحديث الشريف يدخل الجنة من كان مؤمنا ولو كان عبدا حبشية ويدخل النار من كان كافرا ولو كان سيدا قرشية أبو لهب شريف في نسبه عم الرسول صلى الله عليه وآله لكنه كفر فالسورة كاملة في القرآن في ذمه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب إذا تريد الآخرة لها سبب الإيمان والعمل الصالح إذا تريد بالدنيا الله يسوي لك معجزة الله ما يسوي معجزة المعاجز خاصة بالأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام وحتى معاجز الأنبياء والأئمة ليس لأجل تغيير الأسباب الطبيعية معاجز الأنبياء إنما هي لإثبات صدقهم أنه هذا صادق موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالعصى واليد البيضاء وتسع آيات كما في آية شريفة من القرآن ليس بهذه المعاجز الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يسلط موسى على مصر وإنما لكي يثبت صدق هذا المدعي كل واحد يجي يدعي الآن جقد ناس يدعون أنهم أنبياء أكو جي يقول آني نبي الآن بالهند أكو ناس يدعون أنهم أنبياء جقد أكو ناس يدعون أنهم أئمة من قبل الله طول التاريخ أدعياء المهدوية بالمئات المهدي العباسي ثالث سلاطين من العباس ليش مسميه المهدي هو مو اسمه مهدي هو اسمه محمد ليش مسميه مهدي لأنه المنصور رادي موح على الناس فقال هذا الرسول عندما يقول المهدي اسمه اسمي هذا ابني فلذلك لقب بالمهدي هو هذا شوقت كان المهدي العباسي في زمان الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام من ذاك الوقت وأدعياء المهدوية إلى حد الآن أكو ناس يدعون أنهم هم المهدي زين أنت شلون تعرف هذا صادق لو كاذب العلماء عند علم عن طريق علمه يفهم أنه هذا صدق نبي لو مو صدق نبي يقولون سقراط كان هذا من الحكماء في اليونان معروف سمع أنه فد واحد في بني إسرائيل يعني موسى عليه السلام يدعي النبوة غريب جدا يعني واحد مرتبط بالله سبحانه وتعالى يوحى إليه مباشرة فاتحرك من اليونان حسب المنقول اجي إلى فلسطين أو إلى مصر ليلتقي بموسى عليه السلام فسأله سؤال سؤال سأله فموسى عليه الصلاة والسلام أجاب بجواب بس بجواب واحد فسقراط التفت إلى بني إسرائيل قال هذا نبي فاتبعوه من كلمة واحدة من موسى عرف أنه هذا النبي زين غالب الناس ليسوا كذلك عند درجة من العلم اللي يشخص الصادق من الكاذب لأن المشكلة الكاذب يحشي مثل الصادق يعني فرعون شنو كان يقول موسى شنو كان يقول أهل الباطل خميجي يذكر باطلة بشكل صريح الناس خلطفتون أنه هذا يكذب أهل الباطل يأتون ويغلفون باطلهم بغلاف جميل حتى يخدعون الناس أمير المؤمنين كما في خطبة في نهج البلاغة قول أنه الشبهات إيش لون تصير لو الحق كان محظ الناس يلتفتون أنه هذا حق ماكوا حوله شبهات خواه يتبعوا يعني إذا الناس في زمان أمير المؤمنين يدرون أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أهل الشام اللي حاربوا أمير المؤمنين لو يدرون كلام الرسول بالنسبة إلى أمير المؤمنين خواه ما كانوا يتبعون معاوية معاوية موح عليهم خدعهم لو الباطل هم بشكل صريح يجي يعني هذا اللي يريد يجي يخدع الناس يقول أيها الناس أنا أريد فلوس أريد رئاسة أريد سلطة أريد أخشمركم أريد أخدعكم من يتبعه وما يتبع أحد لكن حسب كلام أمير المؤمنين ضغط من هنا وضغط من هنا يجي الباطل يخلطه مع الحق فهناك يستولي الشيطان على أوليائه فالله سبحانه وتعالى الطريق اللي يجعله لتمييز الصادق من الكاذب بالنسبة إلى الأنبياء والأئمة المعاجز أنت نبي راويني معجزة عيسى عليه الصلاة والسلام وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله إذا واحد ميت واحد يجي أحيى أيهاي معجزة واحد أكمه يعني أعمى بالولادة أنت بلمسة إيد طيبة أيهاي معجزة هذا لا يتمكن من أن يأتي به مبطل المبطل يجيب سحر بس السحر ينكشف كما فعل سحرة موسى وجاءوا بسحر عظيم لكن حينما موسى ألقى العصى فالتقفت ما يأفكون هم سحر لتفتوا أنه هاي معجزة لأنه هو ساحر يعرف أنه هذا مو سحر فلذا فألقي السحرة ساجتي عرفوا أنه هذا مو سحر فالمعجزة خاصة بالأنبياء والأئمة مو لأجل تغيير القوانين الطبيعية حتى الناس يعرفون أنه هذا صادق بس لذا الرسول محمد صلى الله عليه وآله مو بالمعجزة سيطر على الجزيرة العربية ونشر الدين كانت له معاجز كثيرة في مدينة المعاجز كتاب المحقق البحراني المحدث البحراني رضوان الله تعالى عليه ينقل معاجز الرسول الرواية الموجودة أحد العلماء سمعته يقول للرسول صلى الله عليه وآله أربعة آلاف معجزة أربعة آلاف معجزة القرآن المعجزة الباقية لحد الآن بقية المعاجز كانت معاجز وقتية مثلاً فدأ عرابي جاء عند الرسول صلى الله عليه وآله وبكمة ضب فقال للرسول فتح كمة الضب طلع حتى يشرد قال الرسول لا أؤمن لك إلا أن هذا يؤمن بك فالرسول صاح الضب فالضب جاء وتكلم بلسان عربي فأصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله إن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبحا أو حنين الجذع الرسول صلى الله عليه وآله كان في المسجد يتكع على جذع نخلة بعدين شوي المسلمين عددهم كثر قالوا يا رسول الله اللي قاعدين ورا ما يشوفوك فأمر الرسول صنعوا المنبر ثلاث درجات كان فيه منبر الرسول صلى الله عليه وآله يصعد فوق المنبر حتى الناس يشوفوه فاليوم الأول الذي الرسول صعد المنبر سمعوا من الجذع حنين هي من معاجز الرسول حنين الجذع جذع يابس صدر أصوات تأوه وألم أو معجزة شق القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وهكذا من المعاجز المعجزة اللي الآن بيدنا القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهدائكم من دون الله إن كنتم صادقين 1400 سنة ما قادرين يجيبون مثل القرآن فهذه دلائل على صدق الرسول لكن لنشر الدين الرسول اتخذ الأساليب الطبيعية 13 سنة في مكة يبلغ بعد ذلك أرادوا أن يقتلوه فخرج الرسول صلى الله عليه وآله من المدينة من مكة لأن لا يقتل وفي المدينة شنوا على الرسول حروب 80 غزوة وسرية كانت يعني كل سنة تقريبا معدلا 8 غزوات وسرايا الغزوة الحرب اللي الرسول هو مشترك فيها مثل بدر وأحد والسرية الحروب اللي الرسول ما كان هو مشترك فيها مثل غزوة مؤتة اللي أرسله أو ذيك الغزوة الأخرى اللي أرسل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلى قبيلة كانوا يردون يحاربون الرسول فنزلت هذه السورة والعاديات ضبحة فالمريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة خلال 10 سنوات 80 أو أكثر من 80 يعني معدل كل سنة 8 غزوات وسرايا واليوم اللي المسلمين أطاعوا الرسول انتصروا واليوم اللي عصوا الرسول انهزموا وما أصابكم يوم ما التقى الجمعان فبإذن الله بعدين في آية أخرى في قضية غزوة أحد ذول عصوا الرسول صلى الله عليه وآله أمرهم بأمر عصوا الرسول ذول اللي كانوا على التل اللي يحمي ظهر المسلمين لأن تخطيط الحربي للرسول تخطيط كان جدا دقيق هناك واحد ضابط في الجيش المصري كاتب كتب حول غزوات الرسول كل غزوة كتاب من منظر عسكري هو ضابط يعني شغلة بعد فهذه الغزوات اللي الرسول غزاها اللي مشترك فيها وأمر فيها هو كان القائد من حيث الضوابط الحربية تمام 100% حتى مكان غزوة أحد من طرف جبل زين من طرف أكو تل الرسول خلى خمسين واحد رامي على هذه التلة تلة الرمات حتى المعركة تكون من طرف واحد لأن عدد المسلمين كان ألف وعدد الكفار كان ثلاثة ألاف فأنت الأممان عددك أقل لازم يكون مخططك الحربي دقيق من طرف جبل من طرف تل ثغر هذا التل فخلى خمسين واحد وأمرهم أنه انتصرنا انهزمنا لا تعيفون مواقعكم 38 واحد منهم في الجولة الأولى اللي انتصر المسلمون تركوا الموقع خالفوا أمر الرسول زين المشركين هجموا من الثغر لأن لما شافوا أنه 12 واحد أكثر ما بقوا ذول 12 واحد من الرمات قتلوهم وهجموا وذولاك اللي من هزمين من المشركين رجعوا فالمسلمون وقعوا في الوسط من طرفين المشركين يهجمون عليهم زين انت في هذا الوقت لازم لا تشرد إذا لقيتم فئة فاثبتوا في آية أخرى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله زين حتى لو أنت محاصر من الطرفين لازم لا تشرد والآية الشريفة الأخرى والرسول يدعوكم في أخراكم إذ تصعدون ولا تلوون يعني ده يشرد ده يعلق ولا تلوون حتى ما يدير وجه يشوف وراه شنو والرسول يدعوكم في أخراكم والرسول يقولهم رجعوا وما يفيدوا لازم يثبتون ما ثبتوا وشردوا وصعدوا الجبل وحموا أنفسهم بهذه الطريقة واحد منهم عثمان بن عفوان شرت طرف البحر ثلاثة يام وهذا يهرب إلى أن وصل إلى البحر بحر الأحمر الذي الرسول صلى الله عليه وآله قال له لقد ذهبت بها عريضة ثلاثة يام تشرد إلى أن البحر منعه من الاستمرار في الشردة خلفوا أمر الرسول انهزموا أطاعوا أمر الرسول زين يوم اللي الرسول طلع إلى غزوة بادر قال لهم الله سبحانه وتعالى سيرسل لكم الملائكة لنصرتكم بس بشرط أن لا تخالفون تطيعون بعدين لما ننهزموا قالوا يا بأ أنت وعدتنا أنه الملائكة يجون وين هم صاروا الملائكة فالآية القرآنية تقول أنه الله وعد بإرسال الملائكة بالشرط أن لا تنهزمون لا تخالفون الرسول أن تتقوا وتصبروا بشرط لا تخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر الرسول وتصبر وما صبرته وخالفته اللهم ما أرسل الملائكة فالمقصود حتى الرسول عندما أراد أن يبلغ الأسباب الطبيعية مو بالمعجزة تقدم المعجزة فقط لإثبات صدقه أنه هذا صادق وبعض ينبين طريقة الآن مثلا في هذا الزمان معاجز غماكو وإحنا شلون نعرف الصادق من الكاذب الصادق يتكلم بكلام الكاذب يتكلم بنفس ذلك الكلام هذا اللي يخاف الله يتكلم بكلام وذاك اللي يعبد الشيطان ويدور على منصب ورئاسة وفلوس وكذا هم يتكلم بكلام يشبهه فإحنا شلون نميز التمييز العلم الكتاب القرآن الكريم السنة الصحيحة للرسول والأم عليهم الصلاة والسلام الله جعل ميزان مثلا في عهد الغيبة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام بيّن أنه في عهد الغيبة وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوه يعني عامة الناس فقيه مو كل واحد يجي يطلع يقول أنا مرتبط بالسماء ومرتبط بالأرض وملائكة يجوني وما أدري كذا وفلان يكون فقيه يعني عالم يعرف الحلال من الحرام أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه يحفظ نفسه وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه يحفظ الدين مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه إيه هذا أما واحد يجي يقول أنه أنا بالطيف شفت وواحد يجي يقول جبرائيل نزل علي وواحد يجي يقول ما أدري كذا هذا كل أساليب المبطلين على كل حال فإحنا إذا نريد التقدم في الدنيا والدرجات العالية في الآخرة تتوقع معجزة هذا ما يصير الله سبحانه وتعالى هذا الشيء حتى لأنبياء ما سوى حتى للأيمة ما سوى أنه يرسل النصر لهم بطريقة عسكرية غيبية ما سوى هذا إذا هم سوى فد مرة مرتيا لقضية خاصة أو الله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة يوم عاشوراء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام هذا تشريف للإمام الحسين إذا تريد دول الملائكة يبيدون المعسكر بس الإمام الحسين يدري أن الله سبحانه وتعالى ما يريد تشريفا أرسل له مثل ما أنت أفرض بلا تشبيه أبوك مريض وأنت جايدة تخدمة أبوك يقول لك يا بني اذهب روح أنت روح على شغلك أنت تروح لا ما تروح ليش أنه هو دي يحترمك لكن أنت تدري أنه يريد أن تكون يم تساعده ولو ما دي يصرح ولو دي يأذن لك في يوم عاشوراء الملائكة إجوا والإمام الحسين ليش ما قبل ينصروا لأنه يدري أن الله سبحانه وتعالى يريد شهادته نعم تشريفا له يقول إذا تريد أنت نرفع هذا بلاء عنك وذول الأعداء كلهم في لحظة واحدة الله سبحانه وتعالى يبيدهم لكن اختار الشهادة إذا الله للأنبياء ما سوى للأم ما سوى إلا يسوي إذا أنا ما أشتغل هناك واحد كان من السادة شوية يعني في أعماله أكو زيادة ونقيصة فالإمام الرضا عليه الصلاة والسلام قال له قال له الإمام علي ابن أبي طالب ثاني شخصية بعد الرسول صلى الله عليه وآله إمام معصوم هذا في عبادة الله سبحانه وتعالى في جهاده في عمله زيان وإنت تريد بترك العمل تكون مثله إذا الله سبحانه وتعالى يوديك يمه ويضطيك ثواب ليضطيه هذا الظلم لعلي ابن أبي طالب طول حياة قضاها في طاعة الله وفي العمل وفي الجهاد وفي العبادة وأنت على كل حال عندك زيادة ونقيصة إذا الله يساويك وياه هذا الظلم إلى مثل فالطالب بالمدرسة طول السنة مجد وطالب طول السنة كسول إذا المعلم اطل علامة مساوية لهما هذا الظلم للطالب المجد إذا نريد الجنة بالعمل بالتقوى بالإيمان إذا تريد بالدنيا هم تتقدم تقدم سياسي تقدم اقتصادي تقدم اجتماعي تقدم خدمي هذا بالأماني ما يصير ذول الغربيين الله يحبهم وما يحبهم الله لا يحبه الكفار زين ليش هلقد ما تقدم حتى شبابنا هالشكل يشردون إلى تلك البلدان يطلبون اللجوء ليش ليش متقدم الله يحبه لا الله نصر لا ليش الله سبحانه وتعالى جعل طرق هذا الطريق إذا الإنسان المؤمن سلك يوصل إذا الإنسان الكافر سلك يوصل أنت تريد تريد السافر أفرض من كربلا إلى النجف من النجف إلى البصرة زين هذا الطريق موجود إذا مؤمن صار في هذا الطريق يوصل إذا كافر صار في هذا الطريق يوصل إذا منافق صار في هذا الطريق يوصل إذا وصل يعني الله يحبه لا الله ما يحبه لا هذا طريق أي واحد سلك هذا الطريق يوصل أنت تريد التقدم العلمي التقدم الصناعي التقدم السياسي التقدم الاقتصادي كذا طريق إلى أنت مؤمن سلك تتوصل ذاك البعيد أجل لكم الله كافر فاسق سلك يوصل الآية الشريفة تقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا إذا كافر راح زرع يحصد مؤمن ما زرع ما يحصد هذا الطريق فلذلك الآن هم صار بعد وقت الأذان نختم كلامنا إحنا علينا بالنسبة للآخرة يكون كلام أمير المؤمنين نصبع أعيننا لا تكن ممن يرجل آخرة بغير عمل وبالنسبة إلى الدنيا أيضا يكون نصبع أعيننا أنه إحنا الطرق الطبيعية لازم نسلكها حتى نوصل إلى نتيجة تتوقع نتيجة بدون سلوك الطرق الطبيعية هذا الشيء ما راح يصير نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين تسكي النفوس بأعبق البركاتي وتحية العظيم إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات اشتركوا في القناة